خيرات عن جديد وصلنا معكم لفقرتنا الطبية بحلقتنا لليوم كثيرة حالات الإغماء يلي بتصيب الشباب بيصن صغير بسبب أزمة قلبية أو حتى دماغية ومن بين الأعصاب يلي ممكن تسبب هيك حالة العصب المبهم الله يبعد عن كل حدا عم يسمعنا الأمراض والأوجاع بفقرتنا اليوم رح نتعرف أكتر على مفهوم العصب المبهم أو كما يطلق عليه الحائر نعرف مع بعض شو ضاقفه وأسباب إصابته وطرق العلاج مع ضيفنا بالاستوديو الاختصاصي بالأمراض العصبية وجراحتها الدكتور تامر الأمير يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباح الخيرات دكتور تامر أهلا وسهلا فيك معنا لليوم العصب المبهم أو الحائر العصب المبهم هو عصب ينشأ من جزع الدماغ وينقل العوامر وينقل الإحساسات للأعضاء الحشوية يعني عم نحكي عن البلعوم عم نحكي على بعض عضلات العنو عم نحكي عن الرئة عم نحكي عن القلب وعم نحكي بينتهي بالأمعاء حقيقة الاسم الحائر أو المبهم هو لأنه ما لعله اسم محدد لوظيفة محددة يعني ما هو عصب بالعومي ولا هو عصب قلبي ولا هو عصب رئوي كونه يجول بين الأعضاء الحشوية فهو سمينا الحائر أو الفاغوزنير يعني إنه هو الجوال العصب اللي بيمتشر عبر الأعضاء الحشوية بالكاملة حقيقة هو بما تسؤول عن 80% من جهاز العصبي نظير الود طبعا في كتير مفاهيم خاطئة عنا وكتير ناس تحاول تفهم الطب بنظرات بسيطة لتقول إنه إذا عملنا كذا بيصير كذا كتير مننا تجي التهوّع أو نحن نسميه فهقة بتلاقي مسكة فهقة عنده أو تهوّع بشكل مستمر بيقلوله سد أدانيك بيحاولوا يرعبوه بيحاولوا بس ما حدا بيعرف ليش عم نعمل هذا الحديث قصدك الحزقة الحزقة حسب الكلمة الشعبية اللي بيستغذر لنحكيها بكلمة الشارع حتى العالم تفهم عن لنا كتب الحزقة اللي بتعلق كتير ناس تقول لك يا سكري أدانيكي يا أما حاولوا ترعبوه عدوه العشرة مين سرقات ترعبوه ترعبوه هذا كله عم نحاول نحن ننبه العصب المبهم حتى نوقف هاي الحزقة يعني في كتير موظائف مسؤول عننا هذا العصب نحنا كتير من نواجهها في حياتنا وما حدا بيكون عارفان فيه ولكن في كتير ناس تقول لك شو هو العصب المبهم بس عفوا دكتور وقت من حزقة شو بيكون عم بيصير فيه للعصب المبهم حلق لكن الحقيقة العصب المبهم بيكون مسؤول عن إفراغ حركة المعدة بالطريق الصحيح ماشي وبالتالي الحركات الحوية للأمعاء والمعدة هو مسؤول عنها بشكل كامل تمام حلق تنبيه العصب الحجابي بيصير في عندك بإثناء الحزقة بيصير في عندنا تقلص للعضلة الحجاب الحاجز بشكل لا إرادي تمام فطلع عنا هذا الصوت اللي نحن بنعرف اللي بتهموه حزقة وتهوه العصب المبهم بيرجع بينظم الموضوع حتى نرجع نسيطر على الموضوع وياخد النفس العميق ويسترخي الحجاب الحاجز لطريقته الطبيعية ويرجع يمشي الهواء أو المحتويات المعدة من المعدة إلى العفاج وصم الأمعاء تمام كيف يتعرض هذا العصب للإصابة؟ هل هو يتعرض للإصابة بأسباب مباشرة أو غير مباشرة لحتى نحن نعرفها بالإمكان نحن نتلافعها أكتر حلق لك الحقيقة العصب المبهم أنتنا بينشأ من جزع الدماغ وينتشر عبر الجزع ويمشي بمناطق كثيرة نحن بحكي من جزع الدماغ للعمود الرقبي للصدر للبطن هل أي إصابة أو أي كتلة على طريقه ممكن تؤدي لإصابته وهو مثله مثل أي عصب يعني ممكن ينصاب بالتهاب فيروسي التهاب مناعي ممكن يكون كمان إصابته بسبب الجلطات أو الاحتشاء اللي ممكن يصيب جزع الدماغ نحن عم نحكي هون على عصب طويل عصب له عدة تفرعات ممكن أثناء حتى الرضود ينصاب الأشيع الأشيع اللي نحنا منشوفه هو الإصابة بمركزه اللي هو نقص التروية نقص ببعض الاحتشاءات الدماغية نحن منشوفهن أعراضه بشكل أشيع تماما نخلينا شوي دكتور نحكي عن هاي الأعراض يعني هو شوي مبهم حتى يعني حتى أجمع المفسر عنه شوي رح يكون مبهم بالنسبة للأشخاص فخلينا نقول إنه في أعراض معينة ممكن تظهر نعرف إنه في خلل معين فيه أو في مشكلة معينة عم بتصير حقيقة لك الأهم الأعراض أن العصب المهمة إصابته بتمع الطريقين يما تصبيت العصب يعني إنه ما عاد يشتغل مضبوط ماشي وهذا بيعطيني أعراض معينة يما أنه بيشتغل زيادة استثارة العصب أو إثارة العصب أو إنه منحرض العصب طيب هلأ رح نفاجئ الناس بكم شغلية هلأ تصبيت العصب بيساوي لي خزل بالمعدة خزل المعدة إنه المعدة ما عادت تتفرغ بشكل كامل فبالتالي المريض بيحس بشبع أو بتخمة نحن منسميها بدون ما يكون آكل شيء بطير ما بيمرق المعدة بصير فيه إقياقات لأكل متاكل من أكتر من عشر ساعات فما عم يمرق الأمعاء بيصير عنا أخياء عفوي ما فيه أي تحريض ثلاثة بيصير فيه عندك اضطرابات هضمية واسعة بصير فيه نقص سكر أو زيادة سكر غير مبررة طبعا هي على أول إصابة اثنين ممكن يصير فيه عنا بيبلش فيه عنا اضطراب بنزم القلب يعني بيصير فيه تسرع في اضطرابات القلب أو انخفاض بس نحن هنا طالما فيه تثبيت عم نحكي عن تثبيت المغام صار في عنا تباطع في الضربات القلب نحن هنا لازم ننتبه على هذا الموضوع لأنه هذا عادة هو اللي بي يعطينا إشارة أنه فيه مشكلة عنا في العصب المغام نجي على حركة الأمعاء بسعسي المريض اللي عنده إصابة بع عصب المغام نحن عنا بيصير فيه نفخة واضطرابات في عداد طغوط سواء الإمساك أو أحيانا فيه ببعض الحالات بيصير فيه إسهال إذن هو مسؤول عن حالات كثير في الجسم طبعا فيه شغلة كثير مهمة أنه المريض تحسي عنده صار صوته مطبيعي صار فيه اضطراب بحركة التصويت في عنا حركة البلع صارت غير طبيعية صار في عنا شردقة في بعض الحالات كثير من ما بيعرف أنه لما نكررح على دكتور الإسنان أو الدكتور الإزنية يحط له هاي خافض الليسان بيبلش وكمان يتشلع مثل ما بيسموه بالعامية هاي كمان مسؤول عنا العصب المبهم فإصابته بتأدي لفقدانه وهي شغلة مهمة لحتى نحن ما نتشرده وحتى الجهاز بلعوم يتعرف أنه فيه أجسام رح تدخل به القصبة الهوائية ويسكر هاي المنطقة ويحاول يدفشالها بره تمام يعني سبحان الله طلعا نسؤول عن كثير قصص واسمه المبهم يعني غريب الأمر مظلوم مظلوم صح؟ طيب نحن شو طرق وآلية العلاج لازم نتتبعه إذا تعرضنا لا سمح الله لهي الأعراض كلياته الحقيقة حسب الأخطر أعراضه للعصب المبهم حقيقة نحن اللي ما منعرفها بتقولي أنه فيه إنسان مات من الخوف أو متت من الوجع تلاقي مثلا فيه ناس نحن منواجهه كأطباء أو كجراحين مريضك تعطيه إبرة وقف قلبه مجرد من الرعبة أو بعد منعطيت الإبرة فجأة صار عنده توقف قلب وتنفس نحن منواجهه أو مثلا واحد عم يمزح معه رفقاته سمعنا أنه أخ وقف قلبه وصار معه وفات ليش بهي الحالات نحن حقيقة نحن هون حكينا بكل شي حكينا قبل كنا نحن 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 نبهنا بالزايد نبهنا بالزايد معناته نحن سوينا تباطئ قلب شديد لأنه هو بس صار يشتغل زيادة بيبطئ القلب يخليه يسترخي فهون بيتباطئ القلب لدرجة التوقف ممكن توقف وبيصير فيه إغماء عند الإنسان وممكن يؤدي لحالات وفاة طبعا هاي حالات نادرة جدا بس المعظم اللي منشوفها هي حالات الإغماء واحد زعلي كتير أغمي واحد فرح كتير كل الإنفعالات تأدي لتنبيهه وبيؤدي إلى أنه يتباطئ القلب وبيشكل حالات الإغماء اللي نحن منشوفها ببعض الحالات بعد ما يتم تنبيه بهاي القساوة اللي نحن تحكي عنها اللي ممكن هي تؤدي لإغماء هال ممكن بعدها يصير فيه أعراض جانبية للموضوع لا خلص يعني بس بلاحظة بلاحظة طبعا إلا إذا نحن ندخل المريض بناقص طروية دماغ نحن نحن نحكي على إغماء طبيعي إغماء عادي طبعا لا خلص لا نهي المشكلة نحن لنقول علاجه هو حقيقة علاجه حسب سبب إصابته لأنه نحن حكينا أنه مسيره طويل وإصابته حسب السبب اللي صاير فيه الإصابة هل هو سبب مثلا وجود كتلة وجود أزية رضية تشريحية على العصاب هون لازم نحن نصلحه أو نحرر العصاب أو أنه هو سبب مرضي سواء نقص التروية لازم نعالج نقص التروية إذا كان في عنا سبب مناعي مثلا بعض الأمراض المناعية كمان هون لازم نحن نسيطر على هذا الموضوع وبعض الحالات ببعض الحالات ممكن نعطي الأجوية اللي بتقوم بمعاكسة الفعل مثلا نحن نحرد المعدة على الكتيرين بعملوا قص معدة ما حدا بيعرف إنه نحن من قص المنطقة اللي بيقص المعدة العملية اللي صارت الأعصاب شائعة بهاي الأيام نحن من قص المنطقة المتحكمة بموضوع الجوع بنفس الوقت إصابة العصاب المبهام مثل ما إنه بدي لخزال و بدي للأعراض السيئة للي منشوفها بعد أصل المعدة اللي هي مثلا إنه نحن ناكل لقمة أو لقمتين المريض قص المعدة بيأكل لقمة أو لقمتين بيضطر يدقائق وما بتمشي معدته بشكل ميح فكتير موضوع بيسبب لهم اختلاطات فنحن منحاول إنعاكس التأثير نفسه سواء بضضات المستقبلات تبع المبهام أو بمنبهات سواء كان السبب التحريضه أو تصبيته الشغلة المهمة بدي قول أنه العصاب المبهام فوق كل هذا اللي حكينا هو مسؤول عن الالتهاب والمناعة بهذه المنطقة تصبيته بيؤدي لنقص المناعة وببعض الحالات تحريضه بيزيد من المناعة الفعالة يعني هو إذا فيه التهاب زائد هو بيحرد إنه نخفف هذا الالتهاب ما ندخل بهذا الموضوع وكتير شفنا نحن بحالات كورونا إنه نحن نحن نحاول نحط المريض بوضعيات معينة وبأدوية معينة حاول نضبط المناعة تبع المريض تمام دكتور عفهم بس كيف بتم تشخيص مرض أو إصابة العصب المبهم؟ يعني فيه صور معينة بتدل على هذا الشيء؟ صورة شعاعية؟ فيه تحليل معينة ممكن يعمل للطبيب أو يطلب الطبيب؟ طبعا لكي العصب المهم بيتشخص من أعراضه بالأسف في كتير شغلات مثلا مرضى تلاقي عندهم كولون عصبي وعندهم تشنج بالمعدة ونحن معنا عرفانين إنه هو فيه إصابة حقيقية تشريحية ولا هو إصابة حسية؟ حتى الأعراض يعني هي بتحير يعني ما بس هو عصب اسم على مسمى؟ وفيه شغلة رح أقلكون ياها بعد ما نخلص من هذا السؤال هي بتزيد من هي الحيرة بس بتعطينا الضوء على مدى أهمية الموضوع اللي عم نحكي عنه نحن الحياة التشخيص زي بنا نحكي بشكل بسيط التشخيص أول شي سريريا نسمع المريض شو مشكلته شو ونشك في الموضوع هذه الخطوة الأولى في دراسة القلبية اللي هي أهم لأن اضطراب العصب المبهم رح يساوي لي اضطراب بنظم القلب وهون نحن كتير منتنبه على هذا الموضوع وممكن نحن نتوجه على هذا الموضوع طبعاً تصوير رنين مغناطيسي تصوير طبقي المحوري لحتى نشوف مسار العصب تمام حتى أنا متل ما قلتلك انه اللي رح يزيد من الموضوع من موضوع أهميته لهذا العصب هو نقطة معينة نحنا بال 2004-2005 عطت نظمة الدواء الأميركية ترخيص لجهاز من زرع تحت الجلد وبيعطي تنبيهات للعصب المبهم نحن طبعاً عملناها بسوريا بال2008-2009 عامل زكر نحن نزرع هذه البطارية ونحط أسلاك معينة على العصب المبهم أثناء ما سيرو بالرقبة ونقدر نتحكم فيه بساعة خاصة بالبس المريض بأنه ننبه العصب المبهم هنش اكتشفنا شغلة إنه نحن إذا نبهنا العصب المبهم بالطريق الزهاب إلى الدماغ أو العودة إلى الجسم بيؤدي إلى إنه نحن نساعد المريض المصاب بنوبات صرع معندة لأنه نحن بنقدر نتحكم بكهربائية الدماغ فهذا بدلنا إنه العصب المبهم ارتباطاته مو بس بالنوال اللي موجود منا اللي بيطلع منا الأعصاب لأ له ارتباطات حتى بكل كامل الدماغ واللي بيزيد من الأهمية إنه منظمة الغذاء الدول الأميركية عطت الترخيص لأله لمعالجة الاكتئاب المعنمت فهذا بدلنا إنه قديش العصب المبهم مرتبط بشو بالحالة النفسية للإنسان بشان هيك بتلاقي إنه المريض اللي عنده حالات اكتئاب أو حالات عصبية متوترية في عنا تشنج بالكولون، عنا تشنج بالمعدة، عنا اضطرابات هضمية بيقلك والله أنا زعلان حسيت قلبي مقبوض هذا ما نو تعبير عامي بس هو عن وظيفة معينة الناس ما بتعرف شنون صارت آليتا وهو العصب المهم هو اللي بشرح لك شو صار بآليتا فبالتالي هذا الجهاز طبعا هلأ انت شار بشكل أكبر خاصة لحالات الاكتئاب المريض ما عادي يستجيب عدوة ممكن يكون موصل لحالات خطرة هذا الجهاز كثير بفرق معه بحياته تماما ونذكرتني دكتور بفيديو مرة حضرته انه دائما منقول قلبي عم يجعني من كتر ماني زعلانة طلع فعلا الواحد قلبه بيجعل وقت يكون في حالة زعل شديد ومسؤول عنا المبهم أنا حابة اسألك عن هذا الموضوع انه هل هو بيحدث عتبة الألم عند الشخص هل هو بيزيد من حدة الألم او هو بيورجيك ادي انت عندك نسبة ألم اكيد لا لأنه لكي عتبة الألم الى مركز خاص بالمهاد اسمه المستقبلات الحسية الألمية وبالتالي بينتقل للدماغ بيهو بيفسر لك الموضوع هو بس بيفسر الموضوع ما أنا مسؤول عن الألم لا حتى اشرح لك ياه لانه انتي سألت سؤال مهم الموضوع الألمي الموضوع الألمي هو إحساس عم ينتقل من الجسم عم يعطيني تنبيه انه فيه خطر بهذه المنطقة طب انا اللي بيفسر هاي الإشارة وبيقول انه فيه خطر مثل الانسان عنده سكرتير أو سكرتيرا حدا يقول له هذه الورقة مهمة أو هاي الورقة مو مهمة هذا الموضوع مسؤول عنه مراكز استقبال الألم الموجودة بالتالموس والصبتالموس اللي هي موجودة بالمهاد واضطرابة ما له علاقة بالمبهم ولكن له علاقة بالحالة النفسية للمريض أو بعض الإصابات الأضوية بشكل نادر بس ولكن بالحالة النفسية للمريض والمواد الكيموية الموجودة بالدماغ تلاقي المريض الفرحان أقل إحساس بالألم المريض اللي عنده كآبة وهذا اللي بيؤدي لأشي الاسمه الفايبرومايوالجيا النظرية المتهم فيها الفايبرومايوالجيا اللي هو الألم اللي في العضلي اللي بيجيكي إنسان مثلا أنا كل جسمي عميوجاني أنا إذا لعبت رياضة بيوجاني جسمي إذا امشيت شوي بيوجاني جسمي هذا الإنسان عنده انخفاض في عتبة الألم فبالتالي بحس بالوجع كلما الحركة العادية اللي نحنا ما مستحيل بالعكس بتحسيها بتنشطك بس هو لأ بتكون مؤلمة لإله صحيح شكرا كتير لألك دكتور على كل يعني المعلومات اللي عطيتنا ياها وعلى اختيارك لهذا الموضوع لأنه عن جد هو جدا مهم وهيك تعرفنا على معلومات جديدة شكرا كتير لألك شكرا كتير لألك والله يبعد عنك وعنك كل الأمراض يا رب أمين يا رب نحنا نطلع هلأ شو رأيك نطلع بفاصل صغير وغرشة نحن نطلع بفاصل صغير وغرشة نحن نطلع بفاصل صغير وغرشة